اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار الرئيس للتخطيط العمرانية واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية واطلع رئيس السيسي في هذا الصدد على سير العمل في بعض المشروعات الانشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة ساحة الشعب والبرلمان وساحة المعارض فضلا عن التصميمات الهندسية الداخلية والأعمال الفنية المتنوعة لمسجد مصر التابع لمركز مصر الثقافي الإسلامي وما يضمه من قاعات مناسبات ودار للقرآن الكريم كما تناول الاجتماع أيضا سير العمل بعدد من المشروعات الانشائية القومية خاصة مشروعات الطرق والمحاور بما في ذلك تطوير الطريق الدولي الساحلي من مرسى مطروح إلى السلوم وتطوير طريق الطور سانت كاترين فضلا عن تطوير تقاطع طريق السويس إلى محور مع محور شنزو آبي كما تم استعراض عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على تطوير المنطقة بشكل متكامل وشامل لمختلف الخدمات بما يصب في صالح السكان وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس السيسي اطلع أيضا على الموقف التنفيذي الحالي بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت خاصة ضريح سيدنا الحسين حيث أكد رئيس على أن تشمل عملية التطوير الخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها